بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف السادات العلماء والأئمة الأجلاء السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحتفل اليوم معا بذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسى بالحكمة والموعزة الحسنة دعائم وأسسا عظيمة وخالدة للإنسانية بأسرها وأتوجه بالتهنئة لشعب مصر الكريم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة هذه الذكرة العطرة وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على الشعب المصري وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات الحضور الكريم إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد سيد الخلق ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يستدعي كل معاني الرحمة في ديننا الحنيف ويذكرنا بأن شريعة الإسلام السمحة قد قامت على البناء للهدم وذلك تبياناً لقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بكل ما تحمله كلمة العالمين من معاني العموم والشمول والسعة فمقاصد الأديان قائمة على تحقيق مصالح البلاد ومنفعة العباد من خلال السماحة واليسر وليس التطرف والتشدد والعسر من هنا ستظل قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهدة في مواجهة أهل الشر الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم أو يعتبدون على تفسيرات خاطئة لها مما يتطلب الاستمرار في المهمة والمسؤولية الثقيلة التي يقوم بها علماء الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها لنحمي المجتمع والدولة من مخططات التخريب وليدرك العالم أجمع سماحة الدين الإسلامي العظيم الذي يتأسس على الرحمة والتسامح والتعايش السلمي بين الناس بين الناس جميعا مما لا شك فيه أن بناء الوعي الرشيد يتطلب تضافر كافة المؤسسات الدينية والطربوية والثقافية والإعلامية للإسهام في بناء الشخصية القوية السوية والقادرة على مواجهة التحديات والتمييز بين الحق والباطل وبين الوعي السديد والوعي الزائف وبين الحقائق والشائعات وإنني إذ أقدر الدورة الذي تقوم به مؤسسات الدولة الدينية في نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة ليؤكدوا أننا في حاجة إلى مضاعفة الجهد المبزول من جميع مؤسسات ومنظومة بناء الوعي للوصول إلى جميع شرائح المجتمع في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا ومنطقتنا والعالم من حولنا وأن الدولة لن تألو جهدا في دعم الآئمة وفي توفير المناخ المناسب لآدائهم للدور المرجو منهم في المرحلة الحالية من تاريخ مصر لدعم الخطاب الديني الوسطي المستنير الحضور الكريم لقد وهبنا الله سبحانه وتعالى نعمة العقل التي ميز بها الإنسان وشرفه على سائر مخلوقاته ودعانا من خلال تلك النعمة العظيمة إلى البحر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض وما يحتويه من دقة في الصنة وإبداع في الخلق وإحكام في النظام وفرض علينا أن نصون هذه النعمة المميزة والمنحة الفريدة ونهانا عن أن نسيئ إليها بخرافات وأوهام أو نتبع أفكارا هدامة بتعصب أعمى أو بنصياع يسل بالإرادة والقدر على التفكير والإبداع والعمل والإنتاج كما أن رسالة الإسلام التي تلقيناها من الرسول الكريم جاءت انتصارا للحرية حرية الإيمان والاختيار والاعتقاد وحرية الفكر إلا أن تلك الحريات لم تأتي مطلقة لم تأتي مطلقة حتى لا تحولها أهواء النفس البشرية إلى فوضى تبيح التخريب والتدمير كما أن تلك الحريات ينبغي أن تقف عند حدود حريات الآخرين تحترم الجميع ولا تخرج عن المنظومة المحكمة التي خلق الله الكون في إطارها فما قد يعتبر قيدا على الحريات إنما يسل بالمقابل الحقوق في مواجهة الآخرين وإن تبريد التطرف تحت ستار الدين هو أبعد ما يكون عن الدين بل أنه محرم ومجرم ولا يتعدى كونه أداة لتحقيق مصالح ديقة ومآرب شخصية ودعونا نتفق على أن هذا التطرف لا يمكن قصره على دين بعينه ففي جميع الديانات وبكل أسف يوجد المتطرفون الذين يسعون لإزكاء روح الفتن وإشعال نار الغضب والكراهية وهي الأفكار التي لا تثمر إلا عن تغزية خطاب التناحر والحد على التباعد والفرقة حتى أن سيرة النبي العطرة لم تسلم من ذلك التطرف وأؤكد للجميع أن مكان السيد الخلق النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب أوجدان المسلمين في كل أنحاء العالم لا يمكن أن يبسها قول أو فعل كما أؤكد الرفض القاتع لأي أعمال عنف أو إرهاب سيصدر من أي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين أو الرموز الدينية المقدسة فجوهر الدين هو التسامح ولنستلهم معا في هذا الإطار الدروس والعبر من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق فرسق عليه الصلاة والسلام أسس تعايش وقبول الآخر والإيمان بالتنوع فلا إكراها في الدين وختاما فلنجعل من ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم نبراسا يضيء لنا الطريق لنعمر ونحقق المفهوم الحقيقي للرحمة في مواجهة جماعات القتل والتخريب ولنجعل من وطننا صورة مشرفة مشرقة ولنجعل من وطننا صورة مشرقة لفهم وتطبيق صحيح الدين وتحقيق مقاصد الشرع الحنيف حتى نبعث برسالة من مصر مهد التاريخ والحضارة مهد التاريخ والحضارة الإنسانية تؤكد سماحة الأديان وتجعلها سبيلاً لسلام العالم وتراحم البشرية بأكملها أشكركم وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر